موسيقى مبسوط يا خلد؟ مبسوط أنت متجوز؟ لا ماذا؟ مستر آدم مستر آدم بجد بجد دي زيارة كريمة جدا وأنا نيابة عن المسؤولين في كوكب الدكورة بنحترم زيارتك دي جداً وبنعتز بيها معي الجمال السيد أحمد مسؤول العلاقات الدولية للكوكب أهلاً أهلاً يا أستاذ جمال أهلاً وسهلاً والله يعني تشكر على حسن الاستقبال بس أنا مش فهمها حاجة أنا مش هتول على جنابة بس زي مساءتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة أنا مش فهم زي كنت رجالة وأنا نسوان كوكب عجيب يعني للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة واكتشفنا بسهب شعر صدر حضرتك أنت حطمت رقم العلام الهرموني أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم ربنا نخليكو دي حاجة بسيطة يعني وبصراحة يعني أنتو نزوا وأنا عايزة أعمل معاكو واجب يعني واجب بسيط يعني لا لا أنا بحس بالنعمة اللي ربنا أديها هالي مرة كمان لا دا حنا عندنا في الأرض دا من ثالثة لحاجة تقرف يعني الشابين عندنا مش حال فيه يتجوزوا هينطلدوا عشان كده إحنا فكرنا لو حضرتك تبشرنا شوية شعر نحللهم ممكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفعل مع هرمونتنا بشر شعر السدري آه فك يا خالد آه كده إحنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة هتدفعوا لي كم ليتفع لك كم؟ ما فيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله بل كوكبك أول مستقبلكم دا شعر السدري هتبشروا يعني إيه لازم أخط فلوس هنعمل لك تمثال تمثال؟ لا ما يقفلش معاك الأوانطة دي حلوة خلاص يا سيدي هنقلف لك كتاب إلكتروني ونوزعه على سكان الكوكب هحرقوا ورميه في البحر أنا عايز منه في نور هندي لك عشرة في المينة عشرة إيه؟ في المية طب وكده ممكن ادي لك خمستاشر في المية طب وكده خمستاشر في المية طب لو لمست شوية كده خمسين في المية بصي أنا لها طلب تاني بقى بصراحة ممكن الكبشة الكبشة ليك لوحدك وتديني اللفة في البتاعة دي بس مشاهم هل في لفة حوالين النسوان ولا الرنجلة اللي هنش فاهموا في دول ودالك تاني عليها؟ لأ مشاهم فاقر بص طب السلامة بقى أنا عندي مشوار في الزحل تعالى هنا يا حبيبي هو أنت فاكر دخول الحمام زي خروجه اه زي خروج إيه اللي زي خروج؟ يا عطريس حصل مبشارة مبشارة؟ ده لانش بتركوش راجل من الساعة ما جيت هنا انواريتي رجولة دلوقت ايه هتبشوني شعر تسيبني؟ ده أنا قطع رقبك و كلك أواري باش تسيبال أواري ولانت وهي نهار أسود أواري لا واحدة 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 أواريسود شعر سدر راح فيه يا لها هار اسود هقول لهم أيه؟ هقول لها خدي شعر سدر اللي عملوا بي أيه؟ يا لها هار اسود شعر سدرك راح يا لبتك السودة يا ابن صبرة الصبارة هقول لهم إيه هقول لهم خدوا شعر صدري وروحوا بفين طب لما قام من الدولة ولاد بلد يعملوا كده مقبولة لكن الناس من كوكب تاني مش بقام رجالة ولا نسوان يخسرتك يخسرتك يا آدم يخسرتك يا آدم خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب بصراحة أحسن ده كان أوفر كنت أعمل زي الغوريلا كنت كل يوم أسح أصرح شعري وأصرح شعر صدري كنت بكسب أنزل البحر كده حلو بيتشاب بروش عادي وشعر صدري بلزفت أيمان